موسيقى صباح الخير تطورات سوريا لا تزال في صدارة صحف بيروت التي أبرزت تشتيد زعيم الحزب التقدمي الاشتراك النائب جمبلات بمقابل تداعيات الحادث الأليم الذي حصل في بلدة قلب لوزة في ريف إدلب على كون المعالجة لا تكون بالهيجان بل بالهدوء والتروي وقطع دابر الفتنة التي نجح زعيم المختارة بالفعل في محاصرتها كما وصلت الصحف إبراز مستجدات الأزمة الحكومية هذان العنوانان وغيرهما بالطبع سأتابعهما في حلقة اليوم مع معالي الوزير السابق الأستاذ إبراهيم شمس الدين صباح الخير معالي الوزير وأهلا وسهلا بكم في كلام بيروت في أول إطلال لكم ضمن البرنامج أهلا وسهلا سنبدأ بتطورات الحدث الإقليمي وتحديدا من خلال كاريكاتور أمجد رسمي في جريدة الشرق الأوسط حيث رسم رجل يرمز إلى المجتمع الدولي أمام سجن يسلم من خلف قطبانه مفتاح مرسوم على ورقة لسجين يحمل عبارة الشعب السوري يعني مفعول هل رسم أولا الشعب السوري داخل هذا السجن وبعدين مفتاح على ورقة يعني ما له ولا أي مفعول هل المعالجات يلي عم بيؤدها المجتمع الدولي اليوم إلى الأزمة السورية شبيهة بهذا الكاريكاتور يعني ربما أي تعكس واقع تصويريا بشكل صحيح مجتمع الدولي عم يعكس نوايا حتى بمستوى النوايا ما عم بيكون لغويا أو كلاميا عم بيعبر تعبير شافي من أحد فعالي كلا لم يكن فعالا إطلاقا المجتمع الدولي اللي تتصرف دوله بناءا على نظام مصالحها الخاص اللي بيحكم قرارات سياسي الخارجي لديها وكما نعبر دائما في أزمة أخلاق بالعمل السياسي فكانوا عم يتريثوا تماما ليشوفوا ذالهم مصلحا يتدخلوا بمستوى معين أو لا في مكان معين أو لا في صيغة معين أو لا وهذا مما ساعد بالأحرى أدى إلى إطالة معاناة وعذاب واستمرار قتل للشعب السوري كما هو موجود اليوم اعتبرتم أن التريث لا يشوفوا إذا لهم مصلحة أو شيء من هذا القبيل ما بتعتبر أن التريث أيضا سبب عدم اتضاع حوية ما بعد أو من سيلي هذا النظام في سوريا مش تماما أنا بعبروا أنه لا يريدون أن يكرروا التجربة العراقية نعم أنه انهيار الدولة وبالتالي فوضى عارمة أنا لا زالت لدي شكوك أن ما حدث في العراق ما فعله الأمريكيون تحديدا في العراق من حل المؤسسة الدولة والجيش تحديدا كان عمل متعمد أو قريب من التعمد أو حمق مباشر يعني لا ينبغي ومش مصلحة أحد أن تعم فوضى بس كان ممكن الحد من القتل في رأيي ورأيي كثيرين بدون التبصير أو محاولة التكهن في من سيأتي بعد أشهر وبعد سنوات القتل هو مادة في ذاته كان ينبغي كان ممكن أن يحد منها التجربة العراقية يعني مضى عام على سقوط الموصل والأمور كما يبدو على حالها هل ما يجري يعني من العراق مرورا باليمان وصولا إلى سوريا وربما بشكل مختلف إلى لبنان ينبغي بأننا أمام تنفيذ مخطط قديم للمنطقة مع الوزير ما يحكي عن تقسيم لهذه المنطقة ببناء لدولات مذهبية الطابع يعني الحدود الحالية للمنطقة العربية هي دائما متهمة أنها مؤامرة قديمة أي وحتي لتذكير الناس والسياسيين الآن الحدود يعني يبدو أنها يمكن 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 أن تتحرك كمان ما شهد عاجبه وأنا لا أوافق طبعا الفكرة لا هي كما يلي في قانون العلي هذا قانون كوني يعني لما بصير في سبب ينتج أو يؤدي إلى نتيج هذه المنطقة كان فيها قمع كثير من أنظمة سياسية نعم هذه الأنظمة التي فشلت في التحرير وفي التنمية وفي توزيع الثروة وفي مسألة الحريات الداخلية على مدار أربعين أو خمسين عام صار في ظروف الناس ماش فيها تحمل كانت الناس صابرة وتصبر وتقبل وتسكت حياءا أو خوفا وبعدين صار خوفا بشكل صافي أوضى أدى إلى انفجار الانفجار بيترك تداعيات على محيط واسع الآن الوضع متحرك هل وضع القلق والمتحرك أيضا لعدم وجود انتظام عام داخل المسيحات عم يسمح أيضا بتدخل خارجي نعم جزئي أو كل بمعنى أنه خوف هيك حقيقي أنه هناك نواية لتقسيم خارجية أنا مش واضح عندي ليس لعفة الخارج يعني إذا صاح التعبير بس بصير فيه هيك التقاء مرات لإما وقاع لا يمكن تبديلها أو من المكلف جدا تبديلها أو التقاء مصالح بصير فيها تقسيم بها المعنى بس يعني أنا بزيد هنا أنه الكتل الكبرى تتناحر وتتقاتل الكتل الصغرى هذا تكونت هي قطعا ويقينا ستزداد تناحرا وتناقلا قلت ربما بلبنان آخر سؤالك ونجي على المقلب اللبناني أنه أطروحة لبنان أطروحة جماعات مكونة أطروحة مذاهب أطروحة يعني طوائف ومذاهب كل ما صار فيه طائفية أو عصب طائفي أو يعني مسلك سياسي طائفي خاص ضمن جماعة ومذهبي توتر الداخلي في لبنان بزيد يعني ما يجري في لبنان اليوم لا يمكن عزله عن ما يجري في الخارج وعن هذا الكباش السمن الشيعي القائم في المنطقة أليس كذلك؟ هذا سؤالين أليس كذلك على واحد منهم نعم لا يمكن عزل لبنان عما يجري في المنطقة لأنه بكل أسف حدوده مشرعة في علاقات يعني تدخل غير صحي وغير سليم من الخارج للداخل وارتباط مع جهات عديدة في الداخل مع الخارج مش هاي وحده وبالتالي لبنان يعني متأثر مش بس يتأثر الأمر الثاني الكباش السني الشيعي أنا لا أوافق عليه هذا موقف يعني موقفي معروفة موقف أساسي وتأسيسي أنا لا أعتقد ولا أعتبر أن هناك مبررات خاصة وموضوعية لأن يكون حرب أو نزاع أو كباش أو ما شابه بالمعنى السن الديني الفقهي ولا بالمعنى الشيع الديني المذهبي يعني الفقهي الخاصة هناك وضع سياسي عم بصير فيه عصبيات وتكتلات كما الحلف شمال الأطلسي مثلا هو عصبي خاصة مثلا الحلف اللي كان أيام الاتحاد السوفيتي يعني السابق كمان كان عصبي خاصة في تنافس وتطاحن بالأحرى يعني سياسي كبير في المنطقة له علاقة بالجيو بوليتيك الأمر أدى لقطبية طرفين أنه يصير فيه إبراز للهوية للهوية الطائفية أو لهذا الهوية المذهبية الخاصة بهالشال ويعطى هذا التعبير لسمرار تحريض الناس الناس إطلاقا ما إلا علاقة نعم ولكن هون بالحديث عن إيران تحديدا معالي الوزير تريد أن تصدر الثورة بناء لماذا مش لمبدأ عقائدي أو لخلفية عقائدية مش بس نفو السياسة تعبير تصدير الثورة يعني أعتقد انتهى بالـ 83-84 ما شاء الله مش ما يجي اليوم هو من هذا القبيل لا لا فيه يعني هاي العناصر الجيو بوليتيك القوة السياسية يعني مثل مصار ما يعني قوى الاستعمار الأوروبي في القرون السابقة التاسع عشر وثامن عشر وسبع عشر في حاجات وفي فاءة قوة بده أسواق جديدة في البشر والجغرافية والمواد إيران لها قدرة يعني دولة إقليمية كبرى وعندها قدرة تريد أن تفيض بها هذا الأمر غير صحيح ولا نوافق عليه فيما يتعلق بجهتنا نحن مش يتعلق بقرأة نعم الأمور لها حدود يعني صلاحيات بالمعنى الدين الفقهي وبالمعنى السياسي والقانون الدولي ما حدا فيه يعني هك يتجول رغما عن الآخرين في منطقتهم وفي حديقتهم وفي بيتهم استغل ضعفهم وهيك لينفذ إلى شعوبهم يعني بهذا المعنى أو ضعف دولهم يعني أحيانا بصير فيه استكانة بصير فيه طمأنينة بصير فيه ركون وفيه وهن كما قلت يعني الأنظمة كلها فيها وهن وفيها عيوب داخلية تبرر لآخرين أنه يتخلوا تحت عنوان صحيح أو غير صحيح بس الشيء كما قلت الآن هو محاولة لفرض سيطرة أو لتوسية سيطرة لهذه الدولة على محيطها المباشر تحديدا العربية اللي عم ينشئ توتر معين وهي تستخدم صفة معين الآخرين استخدموا نفس الصفة المقابلة أهمية الأمر صفة دينية ما العلاقة بالدولة على فكرة يعني هاي بولا للإلكساتنا وللناس الدين يستخدم لتحريض الناس دين بخوف الناس أكثر وبيربطهم أكثر الحكام يعني أقرب إلى مش أقرب هني أقرب أعقل بمنطق القوة حكم السياسي ما إلو دين إلو شعار ديني ما في تسلط يعني تحديدا بها المنحة ما في تسلط شيعي في تسلط يحمل شعار أو يحمل عنوان معين كما أنه ما في شيء اسمه إرهاب سنة في إرهاب يحمل هذه الأوية وما في قطعا ويقينة شيء اسمه إرهاب أو قتل أو همجية إسلامية في شيء يحمل هذا العنوان طريقة نقل الصورة أو تصويرها أو تلوينها أو تشخيصها كيف منكتب العنوان هي بتخلق انطباعات خاطئة بتوجه الناس يتكتلوا بشكل جدا تلقائي على هويات غير دقيقة لأجل ذلك يمكن اليوم كتب أسعد حيدر بجريدة المستقبل طالما عم نحكي عن الأزمة السورية أنه بعد انتهاء الأسد المطلوب أن لا تتعرقن سوريا أن لا يرتكب السنة أخطاء وخطايا الشيعة في العراق فيعتبرون السلطة ممرا للثأر والانتقام للسنوات الماضية وتتعدد الكوارث وتتعمق الأحقاد المطلوب يمكن تجاوز كل هذه الفكرة بالناس صحيحة تماما وصحيحة جدا وأنا أيدا ولكن طريقة التعبير أن يرتكب السنة الأخطاء التي ارتكبها الشيعة الشيعة عنوان عام يعني سياسة السنة الأخطاء التي ارتكبها السياسة ما فيه شيء اسمه سياسي شيعي شيعة عنوان جينيريك منه اسم تجاري كما السنة ما حدا فيه يملك حصريته وعم سجن ومن يحاول ذلك بيكون مخطئ ومذنب وتنقلب الأمور بتقول العنوان العام بصير بالحالات التوتر يصادر وبصير العدوان العام بيحمل الغرم إذا كان فيه غرم وخسائر والعنوان الخاص بيحاول يكتسب الربح لإله نعم الآن إذا بتذكر يعني تعبير ومنسوب قطعا إلى يعني ياسر عرفات الله يرحمه لا ما عطت قصيته إذا إله مصدر آخر إنه الهزيمة يتيمة والنصر كثير والآباء إذا فيه هزيمة بصير الهزيمة ما حدا ما حدا ما سيقول عنه ما حدا بيتبنى وبيحاول إنه خسائر نبددها للجماعة فلا ما كان فيه تصرف شيعي فيه يقول في العراق بلما أيضا في العراق بعد الاجتياح الأمريكي فيه حزب سياسي ضمن الدائرة الشيعية وبعنوان شيعي تولى السلطة تولى السلطة بموافقة الأمريكيين نعم وتمكن وحكم وحكم وأساء الحكم وستأخر هل فينا نقول إنه كل هذه المسائل أو هذه العنوين قد تكون بمهاب الريح إذا تم التوقيع بالأحرف النهائية على الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة مع العلم إنه دكتور رياض طبارة اليوم بيكتب بجريدة الحياة عن إشكاليات أساسية يواجهها هذا الاتفاق لسيما منها طلبات حلفاء أمريكا العرب والأوروبيين وغيرهم لربط رفع العقوبات بعدم تدخل إيران بالأمور الداخلية لجيرانها يعني أنا أعتقد أنه توصل إلى اتفاق ما بين الحكومة الإيرانية والحكومة الأمريكية وحلفاءها يعني في أوروبا يعكس دلالات اتجاهات جديدة وسينعكس بتهديها أنا شخصيا أؤيد هذا الأمر أي تواصل أي توافقات هي توافقات حسنة مكتوب له النجاح برأيكم يعني شايف أنه وصلين لهذا الاتفاق أم أن الشيطان سيكمن بتفاصيله ما هو الشيطان كله في الطرف التاني بالاتفاق المفروض الشيطان الأكبر هو طرف الاتفاق بس ربما البعض يعني يتمكن من تهديئة روع الشيطان الذي طرد من السماء كلها مع القدرة يعني أنا أبتسم لها الأمر هو كما يلي هذا كلام أنا ذاكره على مدارس تارة نتعامل مع جهة لأن مجرد أنها قوية نريد أن نتعامل مع قوتها مع عنصر واحد من حضورها هذه الصيغة مش صحيحة لأنه إلى تداعي تارة نتعامل مع الجهة لأنها موجودة ويجب أن تكون موجودة بس ضمن قوانين عامة هذه الصيغة اللي أقرب الغرب بشكل عام والأمريكيين الحكومة الأمريكية بشكل خاص تتعامل مع الحكومة الإيرانية أو مع الدولة الإيرانية بالعنوان الأول حاربت بعد نجاح الثورة لم تأبه لهم على مدار السنين لما صار في حضور قوي جداً لإيران وبلشت الطوف وتخرج إلى خارج دائرتها باستعمال عنصر قوتها فقط صار في انتباه صار في لفت نظر الجانب الآخر هو جانب العدالة هذا صحيح أنه في جهة في جهات موجودة ولها حق أن تكون موجودة وأن تحيا ضمن مجتمع عادل أو صيغة معقولة هذه لم يتم التعامل معها فيها الآن في محاولة الاعتراف بس على قواعد غير صحيحة في رأيي يلي كلا الطرفين إذا تم اتفاق كمان بد يحاول أنه إذا تمكن يتنكر لأنا خوفي مش أنه ما يصير اتفاق نعم خوفي أنه الاتفاق إذا صار يغطي أمور أخرى يغطي أمور أخرى يغطي أمور اختراقات قد تحدث يعني يعطيها ضوء أخضر بهذا المعنى ليس ضروري ضوء أخضر يتقادع عنها أحسنتي أنه إحنا اتفعنا خلاص لنا شغل آخر كل واحد يروع على شغله فبيجي أنا بشوف شي بعمل حالي مش شيفي بدير وجي جنابك بتجي موقع على الجهة على الاتفاق أنت بتعرفي أنه هالشي اللي أنه الاتفاق بيمنعك تعمل شيء لا تقدميني عليه لأنه راح تشوفي أنا داير وجي هاي أمور فيها قلق تسليم مصائر ناس شعوب إلى جهات أخرى بتواقيع أمر قبيح طبعا لا بالعدالة صحيح ولا بالأخلاق صحيح ولا بالدين صحيح في سياسات القوة عم بصير على مدار التاريخ أمويين هلأ برجع للصيغة الأموية لأنها تثير ذاكرة تاريخية معي بذكر الناس اللي بيهتموا أنه ما يكونوا أمويين أنه ما بناسبوني تصرفوا بمبدأ القوة تصرف فيه الأمويين لأنه كمان بيجي عباسيين آخرين تلك الأيام نداولها بين الناس هل يعني بعد الفاصل راح نكمل الحديث انطلاءا من الفكرة اللي تحضلت فيها مع علي الوزير عن ده إدارة الوجه ستتم إدارة الوجه عما يجري في لبنان سياسيا كيف ممكن تتطور الأمور بالآتي من الأيام وهل جريمة بحق الدروز فتحت مفصل جديد بالأزمة السورية بعد الفاصل منتبع حديثة على قدر استثنائية المرحلة وحجم المخاطر والأهوال المتعادمة بالأفق كتبت اليوم جريمة المستقبل تشيل الأصوات أصوات العقل والحكمة التي خرجت من دار الموحدين الدروز منتصرة لأرقى مفاهيم الوحدة والتبصر بمواجهة الأصوات المشبوهة ومشاريع التفتيت التي يتلاقى عند تأجيج منابعها الدموية لضمان السوري والصيوني المجدرة بحق أبناء الموحدين الدروز هل رسمت مفصل جديد بالأزمة السورية مع الوزير وهل بالتالي ستكون لها تداعيات على لبنان بالله مش مفصل جديد هو نفس المفصل والمصراع مفتوح منذ بداية الحرب الداخلية السورية هذه المقتلة الكبرى هي بالأحرى فصل جديد في القتل الوحشي في وضع عسكري سياسي يمكن ناس مسلحين يتجرؤون على كل شيء على البشر وعلى الجماعات وعلى العنوين ويرتكبون مجازر بدون أي رادع ويغطوا بشعار ديني أو مذهبي خاص ما حصل هو جريمة كبرى بحق ناس مدنيين وأبرياء مهما كانت هويتهم وهويتهم مقبولة ومعترفين هاي هالشي اللي عم يحاول يعمم أن كون فلان هو كذا وبالتالي يطالب أو يحاسب أو يسحب هاي هاي الشر العظيم اللي عم بصير هاي أمر كمان بعد برجع ما فيه أولو حدود كل جهة كل شخص فيه يدعي لنفسه كل واحد فيه يدعي أنه خليفة كل واحد فيه يدعي أنه المهدي المهدي على مدار التاريخ في ناس كثيرين هل فيه جهات سياسية عسكرية مصر أو غيره أنه هني عم يحرروا ويقتلون يعني يحاسبون دينياً آخرين على هوياتهم الدينيين غير مقبول غير مقبول يعني وهو قتل حقيقي ومدان ومدان غير مقبول بأي صيغة مصر كانوا دروز أو مسيحيين أو مسلمين شيعة أو أزيديين أو مسلمين سنة أو أي جهة من الجهة الناهس لها حق في أن تحيا بناء على ما تعتقد فيه التصرف اللي صار كما قلت يعني مش التصرف الجريمة هي جريمة كبيرة سلوك اللبناني السياسي في الوسط الكريم في وسط اللبنانيين الدروز فأنا أعتقد أنه كان عاقل جداً واستيعابي حكيم واستيعابي لبنانياً وفي المساحة السورية الآن أقول وفي المساحة العربية تثوير لحماوة الرأس ودفع للقتال أو للحرب أمر لا يعود بفائدة على جهة أن توضع طائفة الآن في فوهة مدفع نعم نحن ننتقد هالأمر يلي عم بصير أنه بناء الشيعة لا مش الشيعة وهون ما بدنا أيضاً لا نريد للدروز أن يكون لهم هذا الوضع وهذا المصير عليهم من جهات عدوانية في سوريا وغير سوريا أو من داخلهم لدفعهم إلى مواقف أو إلى حيثيات لا تنقلب إلا وباله بتصير العنوين العامة بتعزز باقعة وعضة شفتوا الدروز شو عملوا عملوا مثلهم شفتوا الشيعة شو عملوا عملوا شفتوا كذا وبعود وأؤكد الوضع يلي في سوريا مش وضع سني مش وضع السنة ولا وضع سنة في جهات تحمل شعار معين أو طروحة معينة وشكل معين ولحي طولة مدري قدي وبقولوا نحن كذا فأصلاً أنا أفحص الخبر واحد بيقلي أنا كذا بفحصه بشوفهم يحكي صحيح هذا بتعتبر معالي الوزير أن النظام السوري مسؤول يعني عما قالت إليه الأمور سواء من قبل الثورة السورية قبلها أربع سنين أو خلالها مسؤول مسؤولية كبرى مسؤولية كبرى الوضع كما قلت قوانين العلية في الكون هذا السلوك السياسي أدى إلى ضغط فانفجار فالانفجار الآن يعني أباح كل شيء ومحى كل حدود واستجلب الوحش في الكامل في قرارة كل شخص أو كل جهة من مسؤول عن عسكرة الثورة إذن؟ الثورة بدأت سلمية بشوارع درعة وكلنا بيذكر التظاهرات في الشوارع القتل والإفراط في القتل قتل والإفراط في القتل فورا صار آليات التصدي الوحشية جعلت البعض يعمل باتجاه الدفاع عن النفس مش باتجاه أنه مهما قتلونا نحن رح ننتصر طريقة المقاومة السلمية أو المقاومة المدنية القتل استجلب القتل كان هدف أنا أعتقد نعم أنه كان هدف أن القتل يستجلب القتل ويؤدي إلى هذا التوحش الهائل الكبير يلي يبحث عن تبريرات بس يعني بصير مثل طابق السم آكله أو من حفر حفرة لأخيه وقع فيه هاي قوانين قوانين بما يتعلق بتداعيات جريمة دروز إدلب جريمة الأخبار اليوم أشارت لنوع مختلف من التداعيات سألت هل دروز إدلب إلى لبنان وقالت أنه رغم التطمينات مصادر من داخل قرى جبل السماق قالت للأخبار الأوضاع متوترة والأهالي يعانون من خوف شديد وبالتالي هل ممكن ينتقلوا إلى لبنان يعني موجة جديدة يمكن من النزوح السوري أوكي يعني الآن هو نزوح لمدنيين سوريين يفرون بحياتهم وبكرامتهم يعني الهجرة على عبر التاريخ وحتى في التاريخ الإسلامي وحتى في المفهوم الإسلامي الهجرة الأولى للمسلمين الأوائل أيام مكة حدثت إلى الحبشة لدى المسيحيين فرارا بأنفسهم بأنفسهم بهالمعنى هاي سلوك بشري عادي وإذا اضطروا أهلا وسهلا جريدة السفير أشارت لإقتراب شهر رمضان الكريم وقالت سيكون شهر مشهود بميادين المنطقة وخاصة في سوريا وجبهات كثيرة مشتعلة من حدود لبنان إلى اليمن مرورا بالعراق وما سيجري في سوريا ستكون له تدعيات مستقبلية على مجمل خريطة الشر الأوسط يعني تعودنا أنه بس يحل شهر رمضان الكريم تكون هيك في نوع من أنواع التهدئة اليوم الأمر أو الانطباع مختلف معاكس تماما يعني خصوصية شهر رمضان وشهر تعبد المفروض اللي يقوله أنه المسلمين ومهتمين لإسلامه لدرجة أنه بيقتلوا غيرهم يرؤوا بشهر رمضان كمان ما بعرف الرمضان السابق لم يفعلوا كذلك والأسبق إلى آخر وعلى فكرة كمان أشعار إسلام حتى الناس ترى يعني النفاق أنه لقلقت لسان فيه بالقانون الإسلامي أمر في إجماله فيه أشهر حرم فيه أربع أشهر لا يجوز فيها القتال هذا يفرجيني وين كلهم يقاتلوا في الأشهر حرم إذا هل أدمت مسكين بدين وبإيمان وبسنة كمان على كل الطرفين خليون يتصرفوا بس ما عندي يعني على مدار السنوات الأخيرة كان دائما أنه بعد شهرين رح يصير شيء بعد شهر رح يصير شيء يعني أنا لا أدخل في تكهنة نعم بموضوع متصل بحدود لبنان جريد شر الأوسط بولا أستيح كتبت عن تجدد الاشتباكات على جبهتي جرود عرسال وجبال القلمون بين حزب الله من جهة وعناصر النصرة وداعش من جهة أخرى توحد وبالرغم أنه كانوا عم بيقتلوا بعضهم البعض بمواجهة حزب الله وصار في حالات فرار بصفوف مسلحي النصرة وداعش بعد التنسيق بينهما ما يجع على حدود عرسال كيف تنظر إليه معالي الوزير وهل برأيك هدفه أبعد من مجرد حدود عرسال الأسبوع الماضي ربما كان إلي تعليق أو تعبير أنا لا أعرف من يقاتل من أو مع من في تلك المنطقة الأمور يعني مضطربة حزب الله يساند النظام السوري بوجه ما شو الأمر مش بكان بهالوضوح الشديد من الجهات ومن في بالسر ومن بالعلن وشو الأهداف الأهداف طبعا فيه أهداف غير بعض الأطروحات الموجودة فيما أتعلق بعرسال على فكرة يعني أنا أسمع الكلام اللي عم يقال من لات أسابيع وأربع أسابيع أرسال فيه لبناني منطقة لبنانية قطعا وإقنا فيها لاجئين سوريين فيهن عسكر وفيهن غير عسكر بلا شكل طلوك العام الصحيح حتى لو كان فيها عسكر إذا كامنين يعني ما يعملوا شيء عين الحكم إنه أحد ما يقرب صوى يعني بالتعبير اللبناني الدرج ما يقرب ما يفور المدبرة من أول أو شيء ما في حاجة للتحريب بهذا الشيء ثانيا على الطريقة اللبنانية وبالسلوكيات اللبنانية هالأمر له تداعيات خاصة بالعناوين الخاصة جدا إذا أقحم الدين أو الشعار المذهبي فيها بصير فيه مقتل عظمى ما حدا فيه شر وفتنة تعبير الفتنة عم بيستعملوا تعبير خاص أنا لأنه كثيرين بيفهموه ويقولون أنهم يفهمون لا يكونن دفع باتجاه فتنة هاي نوع من الفتنة لا تحرير ولا شيء هل الأمر أهداف أخرى أنا أسمع يعني أنه من حيث الجغرافية هاي الجغرافية إذا صويتة تمت سيطر عليها من جهة معينة تصل جغرافيات أخرى وتعمل ممر وتربط مناطق في الداخل والساحل صحيح على الخريطة نتطلع نرى هذا الأمر هل هو مستهدف ربما أنا أقول يعني ربما على كل حال يعني احتماليات انحسار انحسارات في الجغرافية السورية ما بدي أقول تفكك نحط هذا التعبير انحسار في الجغرافيات أنا أرى أنه يحدث وممكن يصير تريث حتى ينشاف شو بصير نصل للموضوع السياسي اللبناني تعليقك على موضوع الفراغ الرئاسي بدي أسمعه من خلال هالكاريكاتور اللي أرمى حمسي بجريدة النهار تحت عنوان رؤساء رسم قاعة تضم لوحات لرؤساء لبنان تنتهي بكرسي شاغر معلق على الحائط هل بتخاف أنه نوصل لفترة أنه فعلا يكون هذا الكرسي معلق مكان سورة رئيس الجمهورية اللبنانية لا أنه تضل طول هذه الفترة أنا حتى الآن لا أرى لأنه المدى البصر البشري محدود في المسافة قدرة العين إلي هل قد بعيد خليني أقول هيدا الأمر يعني في عوامل أخرى الأمر لم يعود لبناني بكل أسف وبكل حياء كل خجل بالأحرى أنا أقول أنه لم نعود أن السياسيين مش نحن اللبنانيين سياسيين لبنانيين لم يعودوا يملكون أمرهم وهم بكل أسف يملكون أمر لبنان وهم أجرين أو راهنين أو ضمنين ولا الغير موضوع قضية انتخاب رئيس الجمهورية لم تعود في أيدي يعني أيدي اللبنانيين المتصدين بهالمعنى وهو عيب كبير ووصمة عار بدات الحق الحجج التي تقدم على مدارس قدمت وتقدم حتى الآن أن حقنا الديمقراطي أن لا نحضر ونصوت هذا أمر غير مقبول وسأبقى مؤدبا وأقول كلام مستنكر ومشعقلائي إطلاقا لا عيني أنت شغلك أنك تنزل تنتخب أنت موجود حتى تنزل تنتخب ما فيك تقول أنا حقي أني ما أنتخب أو حقي أني أن لا أعمل واجبك عملك أن تعمل أنت تتخلى عن عملك وبالتالي هالرهن بهالحق ابتزاز واستلاب وسوء عاما بصير مش مقبول هذا مهما اخترعت له من أعذار وتسميات وأناقة لغوية هو عيب وأمر سيء وحقير أيضا أن لا يتم انتخاب ما وين مفتاح الرئاسي؟ نعم هاي صار فيه انتظار يلي قاعد مش عم ينزل على مجل النواب يمارس دوره هو ممسوك من الخارج بكل بساطة ماذا يريد هذا الخارج مقابل تسهيل الاستحقق الرئاسي؟ هاي بيش باوت بقول الجغرافيات المستباحة أنه هاي منطقة حيوية وديناميكية حارة جدا عم بصير فيها رهانات ستنا السلطة دائما لها طرفان قد طرف متسلط وطرف يقبل التسلط نعم إذا المتسلط عليه قال لا صاحب السلطة ما عاش فيه عنده بده يرغمه بيقتل بيقتل موضوع سلطه فبيبطل فيه سلطة اللبنانيين العظام السياسيين اللبنانيين العظام لا عم يقبلوا التسلط عليه وبالتالي هالحيوية الديناميكية اللي بقولوا لها شطارة ما شاء الله أنه آخر شي منكتشف شطارة اللبناني أنه يبيع ويأجر مع الخارج شي برمزية سيادته وكرامته رئاسة شي واحد منهم هني 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 يتصور واحد بلا إحنا عنا تعبير بلا ما نقول شي بروس وشي بلاروس عملونا كلنا بلا روس وهني رؤوسهم طايحة أصلا نعم ولكن من تشير إليها يمكن تقصد الأرار بخصوص الرئاسي موجود بإيران بما أنه هذا الفريق الذي يعطل أو لا يحضر الجلسات اليوم رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني بيقول لجريدة البلد علي ضاحي أنه الاستحاء الرئاسي شأن لبناني لا نتدخل فيه واللبنانيون هم وحدهم من يقررون فيه وأبلغنا الفرنسيين وغيرهم هذا الأمر هل في مراهنة على أنه اللبنانيين لن يتفقوا معالي الوزير لا أنا نتذكر تعبير من سنوات كان موجود لوزير الخارجية السوري السابق أو الحالي نحن ندعم ما يتفق عليه اللبنانيون ولن ندعهم لا إذا قال واحد لا يعني لا مش متفقين وبالتالي ما فينا ندعمنا ما الوضع هاي المول هو الاستثمار في الاختلاف والاستثمار في الفتنة بيصير هاي حكي طبعا شأن داخلي خليه ينترك هل فينا نقول مثل ما قولت ندعم ما يتفق عليه اللبنانيون الله لا يخلينا الله لا يخلينا يجب أن تخليهم يتفقوا لا ما في دعا الجملة اللي عم تقترحيها ما في حاجة إلا الجملة الأولى هي لازمة بذاتها بالتعبير النحوي هل الأزمة الحكومية اليوم هي عم بتردد صدق الخلاف حول الرئاسة الأزمة الحكومية نتيجة عدم وجوء أزمة وقضية عجب موجود رئيس عدم انتخاب رئيس مش عدم وجود عجب عدم انتخاب رئيس لأنه أمر مش طبيعي إنه فيها قاعة طولها 35 أو 40 متر فيها مجموعة المكونات اللي بتعمل الرئيس وضع مش طبيعي هاي الحكومة أصلا كلها وجودها مش طبيعي والاستمرارها مش طبيعي في حاجة كان لتصريف أعمال بفترة انتقالية أما أن يحول الأمر إلى مأسسي بحيث أنه منصير نفكر ونجد ابتكارات عجيبة كيف هالحكومة بدت ضل رئيس لأنه نحن ما بدنا ننتخب رئيس هاي كلام صار عجائبي هاي كلام شيطاني بدي أسميه الآن وعاكل الحال كل الناس تعبيرهم عم بتصير أقرب إلى التعبير الفلسفية الدينية تعبير شيطان دائما موجود صار بالاتفاق الذي كنت قبل شوي نووي أو هوني وفي شيطين جوه وشيطين بره وهاي بعبر عن وعي حقيقي بس أنه في أزمة أخلاقية كبرى في سلوك معيب في التعاطي في السياسة لما كلنا نستحضر اسم الشيطان أو صورة الشيطان كلنا عنا تأنيب ضمير ما عم تخليه أثر علينا النفس الأمارة في السوق عم تغلب النفس اللوامة أو التعبيرين الإسلاميين أنه النفس الأمارة بالسوق عم تغلب الضمير عند السياسيين والأقرب أنه دايما نظلوا مغلوبين حرام يحروا القلب السياسيين بعد الفاصل نحن نتابع بلاقات الرئيس السلام التي تمنع سقوط الحكومة موقف الرئيس بري بهذا الموضوع وسعي العماد عون لتغيير النظام بعد الفاصل نتابع حديثنا نتابع مع معالي الوزير السابق الأستاذ إبراهيم شمس الدين بموضوع الحكومة الرئيس بري اليوم بيقول لجريدة المستقبل أنه مصر على عودة الحكومة الاجتماع والإنتاج وفي إشارات حل حلي من قبل وزراء أمل وحزب الله مفادها أن الحكومة بطريقها إلى العودة للاجتماع والعمل وفق جدوى الأعمال عادي بغضون أسبوعين يعني بهالطريقة بتكون تأمنت مثقية الجلسة الحكومية من خلال مشاركة أنا بصراحة مش عم تابع وضع الحكومة إطلاقا أنه كله بعتبره مش بها المعنى صحيح العمل الجدي اللي يقوم يمكن لمجل النواب ورئاسة مش النواب أن تقوم فيه وحكومة المسمات أنه يبادروا إلى وضع علية قانون انتخاب جديد هذا شيء تأسيسي يعني أو تغييري كبير ممكن الإقدام عليه بس قبل يفوتوا بصيغة انتخاب رئيس جمهوري لوضعوا الأمور في نصابه أما ترقيع بهالمعنى كل مطرح ما بتنرأع رح تنفتأ مش هيدا الجهد هيدا صب ماء في المنخل العماد عون بحسب دونيزا حدد بجريدة السفير يواصل السعي لتغيير النظام طالما أن هذا النظام لم ينجح بأن يترجم حجم تمثيله السياسي وبالراب يكلم كثير حول النظام وسبل تعديله هنا نصل إلى المؤتمر التأسيسي هل ما يريده العماد عون يلتقي مع ما يقال أن حزب الله أنه يرغب فيه من قيم مؤتمر تأسيسي جديد في لبنان تعوير مؤتمر تأسيسي بعرفه الآن سأعلق عليه إذا كل طرف سياسي أو شخص سياسي يريد أن يغير النظام بما يتوافق مع فهمه الآن هذا يمصيبه وأمر مش صحي ولا يتفق مع أخلاقيات مفترضة لجناب العماد عون إذا القصد أنه نروح باتجاه نظام رئاسي حكمي يعني صلب هي نعم نشوف الأنظمة الرئاسية في المنطقة العربي يعني من الأنظمة الرئاسية الجمهورية هي سقطة وصار فيها فتن واخر ما بنحتاج مؤتمر تأسيسي اللي بيعمل مؤتمر تأسيسي هو اللي ما عنده أساس نحن عندنا أساس لا نحتاج لأن نؤسس شيء اتفاق الصيغة الدستورية لدينا التي هي اتفاق الطائف موجودة وهي التي توافق عليها اللبنانيون وعلى فكرة صيغة أو تعبير الديمقراطية التوافقية هذا كلام يعني حق يراد به باطل نعم ديمقراطيتنا في لبنان توافقية وهي تمت مرة واحدة ويكفي أن تتوم توافقنا على صيغة دستورية لإسمها اتفاق الطائف ما ننطبقها أما أنه كل ساعة نسحب المادي عن النص ونقول لا هاي ما بنمشي فيها تعاون نتفق عليها كل واحد يشتهد كل واحد بصير آية الله كل واحد بصير فقيه دستوري وكل واحد بصير بده يشد لحرام أو الغطة لعنده مثل الحكي اللي عم تذكري جنابك لا هاي مش توافق هيدا تنابذ وهي دي فتني نعم ولكن الطائف عندما تم التوافق عليها معالي الوزير ما كان في شيء اسمه فائد قوة عند حزب الله بده يترجمه سياسيا يعني هون منذكر كلنا من بعد حرب تمو شو صار من بعد سبعة أيار شو صار يعني اليوم فيه يعني فيه أمر واقع مختلف عما كانت عليه الأمور في بالعام تساني يا سيدة هاي أسم بعض الآن مشابهة اللي أقرب الناس يفهموها ربما على النحر فيه إسلام وفيه مسلمين وفيه إسلام وفيه مدعي إسلام الدستور هو الإسلام نعم مين عم بيعملوا داعش عم بتطبق دستور إسلامي نصر عم بتطبق ما عم بيردوا عليه يخطئ الناس ويداني الإيمان هون نفس الشي الدستور صحيح يلي مش عم يطبق عم يطبق بطريقة ملتوية بصير فيها كلام غريب إنه لا الدستور منه منيح تعالوا غيروه غيروه لا يتناسب مع فهم الآن وهناك أمثل كثيري في لبنان عديد في لبنان وفي خارج لبنان كيف إنه الرغبة بتغيير في القانون ودستور لي ناسبني الآن آنيا يرتد علي بعد بضعة سنوات بول ياريت كم بعده موشود الدستور ما يتوافق عليه الكل كما هو وقر بده يتناسب مرة معي ومرة مش معي أما أن يعدل تحت عنوان مؤتمر تأسيسي لي ناسب موازين القوة لا بيجي موازين قوة أخرى بعد فترة وبالتالي فكرة الدستور بتصير لعبي ومهزلي وبيضحكوا على أنفسهم وعلينا فيها الطائف إنه ما كان يأخذ بالاعتبار قوة الحزب أو ما شابه مش لازم يأخذ بالاعتبار قوة أي أحد نعم اطلاقا وبيجي لفكرة يعني عظيمة الأهمية الآن عم تهمل أو عم ترمى جانبا لبنان مكون من توافق جماعاته الكبرى مش من توافق أحزابه الأحزاب صيغ يعني متحركة وزائلة في التكوين السياسي اللبناني الجماعات الكبرى اللي هي الطوائف وهم برجع للطوائف نعم لبنان سيبقى فيه شيعة مسلمون شيعة بحزبه بلا حزب بأمله بلا أمل بأسعديين بلا أسعديين يلي مكون هو مسلمون لبنانيون مسلمون الشيعة نعم لبنان سيبقى فيه مسلمون لبنانيون مسلمون سنة بتيار مستقبل وبلا تيار مستقبل بما بعرف مين أو غيرهم ونفس الشيء بالنسبة للبنانيين الدروز العيب والخطيئة الكبرى اللي صارت أنه شرعت الأحزاب كممثلة حصرية وحيدة وعم تحكي بين بعضها وبتتفق حتى على طوائفها بيتواطئوا حتى على طوائفهم وأنا أعلم هذا أنا أتهم الشيعة بالشيعة والسنة بالسنة ودروز بدروز علي أساس عندي صيغة أنا في الدولة أن يقبل مسيحي بقولوله ما تتدخل في تعيين مسلم شيعي أو مسلم سني كذا هيدا بخصنا نحن ما تتدخل علي أساس أنا رئيس جمهورية أو رئيس حكومة الكل يعنوني ما بعطي إقطاعيات ما صرنا بإقطاعيات ما فيهم يكلوا الكعكي ويحفظوها الآن أساس عم بتذكر شغلي إن شاء الله يعني ما سمي في إحدى المرات اللي الآن بتذكر وليد جمبلاط الله يوجه له الخير يعني بجهده تعبير تخلي بس يعني وأنا ما أفهمه كتير بجلسي مع أبو بهاء رحمة الله علي الرئيس رفيق الحريري بتذكر 11 و10 11 وربع ببيته ما أنا كنت تراجع من مفاوضات شوي شاقة مع البنك الدولي بواشنطن وعم بقول قال لي أخ براهيم المجانين يلي هون عم نقل له يا عم يروقوا عم يأكلوا بدوا نياكلوا كل الكعكة بلبنان يعني عم نقول له نروقوا خلي في شي نضل نعمل كعك كلوه بس خلينا نضل نعمل كعك مجانين لدرجة رح يأكلوا كل شي بحيث ما بيبقى شي لا أنا أنا أستذكر هالتعبير وعي أول مرة بقوله عم يتساوى شي من هالنوع عم يتلفوا كل شي ويظلوا أصلا يضيقوا على أنفسهم يضيقوا على نفسهم أنفسهم عم يتلفوا نفسهم وأماكنهم وضحاياهم بكل وقاحة حتى ما يبقى شي بهذا البلد لن يبقى شي لا لهم ولغيرهم أنا أعلم أنه كلهم فيهم يضبوا شنتهم ويسافروا ويقعدوا برا بأحسن فنادق الدنيا انتماء ما فيه لبنانية حقيقية ما فيه شوال حكي قطعا لبنانية ما فيه بعضهم بصيروا بس شيعة وبعضهم بصيروا بس سنة وبعضهم بصيروا ضمن السنة كذا وضمن الشيعة كذا أي لبنانية بيحكوا فيها الحل مثل ما تفضلت وقلت بقى ناء البريك بأنون انتخاب جديد بفرز دم جديد طبقة سياسية مختلفة هاي بوابة لا بد من المرور فيها التجديد يكون بتأسيس جديد لقانون انتخاب جديد يقوم على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي طريقة ما ما حدا سيبلش يحكي لي مترشون حتى يأتي وناس جدد ما بدي يقولوا ناس آخرين ما بدنا إياهن ينقردوا يضلوا ديناصورات عظمى ومن نؤدي لهم هني وغيرهم يعني هني وغيرهم بس سير تجديد يجي ناس بس ما السؤال مين بدي يطلع لك قانون ما يربحوا معالي الوزير هون الطبق السياسي النفع على دورها صحيح ما بيصير من تعريف قانون انتخاب أنه بدك تنطروا لتشوف النتيجة نتيجة مش نتيجة سالة القبضايات العظام لا بدوني هنسوه وأنا من مدي كان عندي محاضرة أحسنتي استعملت نفس الفكرة أنه ما بيمرؤولة يعرفوا مسبق النتيجة هايدا مش شغل هايدا هاي زعبرة حتى بالريهان حتى زعبرة بيهالما هالأمر فليفرج عنه فليفرج عنه لابد من اعتماد قاعدة النسبية بطريقة وبأخرى والعمل المنيح لتعمل الحكومة ومجل النواب الأعظم الأعظم مش بس العظيم يلي رح يصير خالد بيظل يمدد لنفسه يعمل قانون الانتخاب يحطه خلينوا يتذكروا أنه هني قبل أن يكونوا حزبيين في الحزب الفلاني وما شابه هني لبنانيين خلينوا يرجعوا لأصلنا نحن يلي عطيناه هون هي الوكالة بختم حديثنا ما فينا ما نتذكر اليوم شهيد وليد عيدو مثل اليوم قبل 8 سنين استشهد وليد عيدو شهيد على طريق المحكمة كتبت عنه جريدة المستقبل بتقول أنه مع اغتيال وليد عيدو اتضحت صورة الهجم على المحكمة الدولية حين حول مجلس الأمن ملف المحكمة الخاصة بلبنان للحكومة اللبنانية لتقوم بالتصديق عليها 8 سنين مرأوا لابد من التحية لروحي رحمة الله عليه هو قطعا مظلوم قتل مظلوم وهو شهيد مظلوم بها المعنى لا يجوز القتل لأي اعتبار سياسي اطلاقا القتل الغيلة ما نذكر المسلمين العظام يلي بقولون المسلمين وبدون طبوا شرع شي اسمه قتل الغيلة ما في قتل غيلة حتى إذا حدا يستحق القتل بالمعنى القانوني لا يجوز قتل غيلة هو قتل غيلة وهو مظلوم وهو شهيد بهذا المعنى هو وأمثاله من الناس رحمة الله عليه شكرا لك معالي الوزير السابق لأستاذ إبراهيم شامستين أهلا وشهر شرفتنا بحضورك اليوم معنا بكارم بيروت حضور كريم وعزيز شكرا جزيلا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله شكرا جزيلا للمشاهدين 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 شكرا جزيلا للمشاهدين